واش كتعرفو الفين وعشرين دخلات وحنا وليداتنا ما زال ما كيقراوش واش عرفتو بأننا راها مصيبة والحكومة بلص ما تلقى الحل مع الأساتيدة ناضط جندات الدباب الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على الأساتيدة عرفتو ش حل ديال ليكومونتير كتلقاهم؟ الدباب الإلكتروني حسابات وهمية هادو شركات مختصة في هاد العمليات ديال التضليل لخدامي لكيسبو في الأساتيدة ولا كيقولوا الأساتيدة راهو ما كيستغلوا التلاميذ لأغراض شخصية ديالهم كيقولوا كيسميوا راسهم أنهم أبا وأولياء التلاميذ التلاميذ بأنهم ضحية ديال الأساتيدة وهذا شي كله واش احنا عنا حكومة اللي كتخمم فات الشعب هذا هذي راه مصيبة أنه الفين وعشرين ومازال القرية ما بداتش وحتى الآمال ولا الأفق بأننا راه غداولة بعد غداولة من دباسي مانا غيبدو مازال ما كينتا حاجة والحكومة كتفرج ما كنفهمش أنا كيفاش الأساتيدة كيطلبو بإسقاط النظام الأساسي والحكومة مازال متشبتها به ياسيدي نسقطو ودراري يدخلو للقرية وديك الساعة ونشوفوشنا هما ليريقلاج اللي غنديروا اتفاقية معهم والزيادة اللي غدينزيدوهم وإصلاح المدارس التعليمية ديالنا التعليم العمومي الاكتضاد في الأقسام ما يكونش نجهزو المدارس ديالنا لا شديل معهم الزكير وخدموا هاد الأيام الحسابات الوهمية شركات هادو مختصة عنه في المغرب وفي الخارج مختصين في هادشي والفضيحة الكبيرة هي الوثيقة اللي انشرت البارح في مواقع التواصل الاجتماعي ديال المغادرة الطوعي يعني اي واحد بغي يمشيف حالاته ولا اللي تغيب رغي نجريه عليه شوف في نوصل في نوصات الواقع حديل هاد الحكومة الضحية فاتش كله هم ولداتنا هم ولدات الغد هاد الاساتيدة الى ما قرروا شو ولداتنا في هاد العام ولا قررواهم في ظروف مزرية العام الجاي الضحية هم احنا وهاد الاساتيدة يناضلون من اجلينا وهدوك التلاميذ الى قراء وكان عندنا تعليم عمومي في المستوى هما القوضات هما البوليس هما الوزراء هما ما عفتشكون ديال الغداء للأسف بلادنا اللي عنده الفلوس كيقرأ اللي عنده الفلوس يعيش ما كانت تكلمش عن العيش الكريم كيعيش كيتنفس كيأكل كيشرب هدوك اللي ما عندوش مسكين راه راه عفتوه شنو كين راه تمانية ولا تسعود المليون ديال وليداتنا راهوما في صناقي قلسي نرجعو القادية ديال البعيوي وديال الناصر هو من معهم وهو موضوع هاد الفيديو الناس بقين قدام قادية التحقيق لطيفة رأفت فنانا كبيرة كتعرفو عيط الواحد فنانا صديقة ديالها وفنانا تهي كبيرة عيط لها تصبح سلام عليكم لله بخير ودو عندي علاقة بها كنتكلمة وقلت لها الله يخليك بكل امان الفنانة لطيفة رأفت كان عارفها غير في الاغاني ديالها ودكشيو كان عشقدو كل الاغاني ديالها عندها صوت جميل عندها تاريخ فني وكدير كدبات هادك شي كامل كدباتو مقرب من سعيد الناصيري كيقولك سعيد الناصيري شنو قال كانت جلسة جلسة واحد الحفلة وهذا فيها البنات فيها ناشطين ولطيفة رأفت غنات في هذيك الحفلة الناس أقولوها أردوها حاشاكم فاسدة أردوها هيلي كتجيب البنات أردوها ضربو لكاريير ديالها كلها في الزيرو أولات واحد الانسانة دون المستوى وش هادش مقبول إلا وش مقبول نمشيو الناصيري ونمشيو الليبعيوي ونلطخو الصورة ديالهم ونضربو عائلاتهم ونقلبوه البنات والعيالات وده والمخدرات والكوكاين وهاتشي وقاضي التحقيق ما زال ما أعطاش تقرير دياله قاضي التحقيق ما زال ما أعطاش تقرير دياله ما زال قضاء مقالش الكلمة دياله منين غدي تصرب هادشي؟ رح لا يمكن لا يمكن قدامك هذه التحقيق كاين المتهم المحامي دياله اللي ما كيدويش غير كيلاحظ شكو اللي غادي صرب هادشي شكو اللي غادي غادي غرق مواقع التواصل الاجتماعي بالأكاديم ونضربوه في أعراض الناس إلا كننا احنا كشعب مغربي بغينا نتكلمو على هاد الفساد الناصيري والبعيوي السؤال اللي غادي نطرح إلا هزينهم بجوجودو كل عشرين اللي معاهم ونديرو حتى خمسين اللي معاهم احنا قعملنا نجبعه خمسين من رجال أعمال فاسدين دائرين وانشي كامل واش غادي يكونوا قدم الفساد دي الأخ النوش ومن معاه أخ النوش بوحده غير المجلس المنافسة كان تكلم على 17 مليار درهم سمحولي 17 مليار درهم من بعد دابة ولت 45 مليار درهم مالك البلاد تكلم وتسائل في إحدى الخطابات ديولو كيتكلم وكيقول أين هي التروة وتكلم على الغناء الفاحش والغناء الفاحش ها هو عند أخ النوش يكفي كورونا بينما الشعب المغربي غرق وشركة فلسو الناس فقدوا العمل ديالهم الناس تكرفصوا تجارة تكرفصها تكون شي تكرفص كيخرج فوربس وكي يلقاوا السيد بأنه تغنى 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 بالمزود تغنى بالأكسجين اللي كان كيبيع بأموال طائلة للسبطارات ديال المغرب تغنى بالقاز تغنى بكل شي تشي دياله شي واحد دوا شي واحد تار شي مواقع التواصل الاجتماعي إلا تشي واحد ما له اليوم البرميل ديال البيترول طايح المزود بقى عندنا بربعتاش تقريبا خمستاش لدرهم بشقي تباع شي واحد دوا شكل كتر وشكل أكتر أهمية وش البعيوي والنصيري ومن معهم ولا الأخ النوش ومن معها اليوم أنا غير هادو التساؤلات حيروني عرفتوا علاش إلا كنا كان قلبوا على الفاسدين وعلى الناس اللي يشفروا الملاد خاصة تكون واحد سياسة واضحة ونبدأوا يلا من الفوق وحنا ننازلين نبدأوا بأخ النوش وحنا غاديين ملا يحفظ العالمي واش عقلتوا على واحد خمسة واربعين مليار خاصو يعطيها الصندوق الضريبة صناديق الدولة ومخلصاش واش عقلتوا عليها واش عرفتوا بأن كينوزير اللي كينتامي الحزب ديال أخ النوش في الحكومة السابقة أخدى أرض شاسعة شاسعة في النواحي ديال زاقورا ودوك النواحي شاسعة كنتكلموا على مئات لإكتارات واخدى الدعم ديال المخطط الأخضر ودار تم تمر المجهول يعني السيد محطوان ومجيبه أعطوه الأرض لمخطط الأخضر موليه كل شي وناد هز هذيك الفيرما كاملة وباعها الإماراتية بلما الله يرصحيحة تصوروا معي مجبدون ومجيبه كل شي ديال الدولة الدولة اللي اعطاته وهز هو الفلوس وداره مجيبه هدا وزير لازاف ديال أمثلة كينين وحده مصحح اللي بغناهم جروا من العناية السؤالي غدي نطرح عناية واللي حمقني أولا كنتكلموا على البطان غدي ووهبي لك النهار عدلتها كيفش ووهبي اللي عارف تقاشر ديال مندوب تقافة فتار ودانت وهذا عارف تقاشر اللون ديال تقاشر وكيخرج فيه عينو ومعرفش بأن اللي مع فاسدين كيفش ووهبي ووزير العدل اللي ما كيدوش شي فرصة وما خرش شي دوي منهار ترى المشكل ديال البعيوي وديال النصيري مدواش قطع الزي تساكت صرت لسانه ولا بيان يقول خلي بنا نبيان ديال منصوري لا لا نخرج وندوي ونقول اه شنو كين وهذا وعلاش وحنا درنا ليهم وهذا لا مدواش الوهبي عبداللطيف ووهبي اللي كان هو المحامي ديالهم قبل ما يولي وزير عارف أسرارهم سؤال اللي غدي نطرح مرة أخرى هو على المسؤولين ديال البلادي على المسؤولين ديال البلادي اليوم دخلنا بعيوي للسجن رهما كيحقوا معاه ولكن واش طرحنا سؤال شكون كيحمي البعيوي كان محكوم سانة سجنان محكوم سانة شيزنان كيفاش بالرغم من داك الحكم اللي عنده سانة سجنان ولا برلماني كيفاش ولا رئيس جهة الشرق كيفاش اللي بعيوي سيد اللي في 2009 ما كان عنده تحجة 2009 يعني واحد الخمسطاش العام اللي نحنا نقوله 14 العام ما كان عنده والو كان إنسان عادي بسيط كيفاش اليوم 2024 ونحنا نقوله 23 كيوزن ما يفوق على 800 مليار 800 مليار قولوا لي يا أنا بغيت نعرف غير هاد لافير كيفاش ندير لها هنا 2009 ما عنده والو 800 مليار اللي بعيوي من احدى الصفقات الأخيرة اللي اخدا فيها 95 مليار وشكتعرفو باش تاخد 95 مليار كاسفقات خاصك تكون تكون نيت تقيل تكون نيت معك عندك جداتك في المعروف جداتك في المعروف مني كانت تكلم عن اللي بعيوي وكانت تكلم على البام وشكتعرفو رئيس جهة بني من الليل تهو من البام وكتعرفو بأن تهوى من الكاليبر ديال اللي بعيوي وتهوى كيوزن ما يفوق على 800 مليار وتهوى في 2008 و2007 ما كان عنده حتى حاجة حتى يوزن المئات المليار كي داروا لي هاد الناس احنا على أبواب تنظيم كأس إفريقيا احنا على أبواب تنظيم كأس العالم المالك البلاد وراء هاد التنظيم ديال هاد تظاهرات الدولية اللي الهدف منها هو البنية التحتية ديال المغرب تزال هو المغريبي التعرف هو المغريب العالم كله يقول هاد دولة هاد رعا غادة في طريق صحيح وحنا عارفين شفنا المغريب الفريق الوطني ديالنا شنو دار في قطر يعني ممكنش لنا تجي واحد للحظة ونريبو هاد شي كله إلا ريبنا هاد شي كله غادي نقول لنا شخصيا نسي الحموشي وغا نقول الياسي المنصوري وغا نقول تان ناس ديال القوات المسلحة الملكية ديال دايي ديال العمالة ديال وزارة الداخلية وغا نجمع كل شي هاد الاجهيزة الأمنية والاستخباراتية وغا نقول لهم أجيو غا نبدليكم الحرفة واجيوا ديسير وديروا بيعوا التوب بيعوا ديسير بيعوا شي حاجة أخرى راكم ما دينيش خدمتكم عرفتوا علاش لأن فين كنتوش حال هدي كاملين من هاد الناس ولا وحتل يوم عاد كنقوله تاجي المخدرات شوف مواطن بسيط عادي مخشي شي ترا فيك كون هذا وعاد حصل وخدم هدي عشرين عام مالقاوش ويلا يلا ما عاشيش مشكل لكن شخصية كبيرة بحل بعيوي معروفة وهذا وحتل يوم عاد كنقوله راها كيدير المخدرات لأن واحد جروا كانت طرحوا أسئلة والأخطر هو أن مالك البلاد المالك محمد السادس هو لوراء تنظيم هذه التظاهرات العالمية الرياضية البلاد كلها مجندة للتعريف بالمغرب لكي نبينه العالم أن بلادنا غادة في طريق صحيح ولم يجب أن ننسوا أنه كان إنجاز عالمي كبير تاريخي ذاك الشي اللي داروا الفرق الفريق الوطني دينا في قطر خلا واحد السمعة واحد الصورة دينا المغرب كبيرة فزاف ومشي غل الفريق الوطني التالج المهور اللي يمشى أظهر العالم صور بأن الناس مركنوا شلقوا الطيارات لكي يمشيوا ما كون شي كوراها قطر جبنها معانا هزين هذه البلاد جبنها تنمون الناس كلهم مشاوا وحتى المغربة خلوا صورة زوينة في تماما لفترة ولا خارج الملاعين نجيو إحنا اليوم وعاد نقوله بأن النصيري راه مرات القجع راه مرات وهذا دير وهذا دير هاد شي ما مقبول أجهزة الأمنية قدر خدمتها وكانت يقف فيها يعني هاد الناس ما يمكنش يكون فيهم شي حاجة قرام ديل ديفو الأخطر من هاتين عارب أنك ينين أعداء البلاد لحاضين أي صغيرة وكبيرة كتعرفوا أعداء البلاد كانوا نادوا لحموا شي نادوا يريبوا فيه ما خلوا فيه غال ينسوا بقصام وغادي في طريقه وخدام الأمن في البلاد الأجهزة الأمنية اللي كيترأسها خدام عليها تهيا وعلى العناصر البشرية وحتى اللوجيستيكية وهذا وغادي في طريقه عيوم يضربوا فيه ما صوروا منه تحاجة ما لقاوش كيفاش يدوزو الحموشي لأن السيد كان شاد بزمام الأمور أمنيا والأمن الداخلي ديل هاد البلاد كان مهني النظام نوك الملكية في الأمن الداخلي وكان مهني نحن كشعب شوف منيك نشوفه الجريساج ونشوفه ورامش المشكلة دي البوليس لأنه ممكنش يكونوا عنا 40 مليون مواطن ونحطوا مليون بوليسي راح طبق يلاقي عنا الإجرام عنا بعض المشاكل وهذا اللي كتوقع والمخديرات وهذا لأن الطبقة السياسية فاسدة لأن الطبقة السياسية ما قدراتش توفر فرص العمل ما قدراتش تعاون لمستثمرين ما قدراتش جيب استثمارات أجنبية ما قدراتش على بزرد الحويش ولكن شكو اللي كي يقول دق هو المواطن والأمن والدرك الملكي القوات المساعدة لأنهم اللي كيبقوا فاسا فاسا ما نخلطوش العرارم لأنك يقول لكو الأمن ما كينش اللاسي الأمن كين ومني كاتوقف عليه كين غير مني كاتشي الكوميسارية وكاتلقى قدكة ديال الدواسة وكين الكوميسار وجوج معاه وخصومي تريته دوق الدواسة كاملين وعندو منهار ولا يومين رغيندفوش عرهم إحنا كمواطنين ما نتفهموش شؤون داخلية وغنقولوا مشيت لعندو ومعطانيش وقت ودار ليا ما نحقنا نحتجو لأن خلطين نمشي الكوميسارية ولا لعند دارك الملكي ولا المقاطعة ولقى خدمة كيخدمونا بطريقة صحيحة وجميلة وساليسة ومسربي وما نضيعش وقت تتم للأسف ماشي هو دا لأن الطبقة السياسية فاسدة حقق المغرب ما حققه لكن الأعداء كينين الناس كيحفروا لنا الناس كيدلوا العصافر ويضا للمغرب وللملكية ولكن غنبعدو على المؤامرات وما عفشنو مشكيل عنا داخل وبدينا هالنصيري وها فلوس المخدرات ودك شي وكينا في الويداد وكينا في الكورة المغربية وحتى الأعداء رأى الجزائر داروها وبدو كيكتبور هالفلوس المخدرات وما بدو كيحصلوا وذلك ومن بعد مشينا للقجع علش نضربو القجع ما كندفعش عليه وما عنديش علاقة به ولكن السيد نجح في المهمة ديالو في تراقص الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم دار خدمة نقية ودار خدمة زوينة في عدد من الفورو وحتى في البطولة الوطانية ديالنا وهذا المهم الأمور غادم زيان علش نضربوه لأنه غداعنا كأس إفريقيا غداعنا كأس العالم غداعنا كأس العالم الأندية ولا مباريات ولا شي حاجة كبيرة خسنا نهرسوه خسنا نطيحوه باش تبان الجامعة ما وقفاش على الصح سالين من القجع ولا رمزان ما سالوش منه لأن ما زكعته العصاء غادي دوزو المستشار الملاكي فؤاد علي الهمة وغادي يقول لك هو اللي كان هو اللي أنا ممكن لي نقول لكم واحد القادية بحكم التجربة ديالي محكم علاقاتي سيد بعيد كل البعد على أي شبهات وما كيستقبلش حتى الناس سيد عنده كلمته في الدولة كيف قاعد المستشارين الناس اللي كيقول لك رفؤاد علي الهمة هو اللي كيسير البلاد هادو اللي كيقولوا لا يعرفوا المغرب لا يعرفوا شمزيان ويمكن غاك يسمعوا لا فؤاد علي الهمة لا المجيدي ولا لا يسيروا البلاد كل واحد عنده كلمته في الميدان ديالو واحد النسبة مئاوي اللي بغينا نقوله وكيني الناس اللي كيسيرون دولة المؤسسات دولة المؤسسات عدد من المواطنين كيكتبو والمغرب دولة زريبة السيبة والله هي لا دولة المؤسسات ما يعرفوه هاش الأجهزة الأمنية دير خدمتها الأجهزة الاستخباراتية دير خدمتها ولو إخفاق ديالله جيتو وفضايحة عاطين الريحة بدأت من كريس كولمان إلى هاتشي الأخر وأنا كان نقولها وكانت حمل مسؤوليتي ياسي المصوري قصو يمشي في حالاته إنسان غير كفع إنسان اللي خرج على هدك الجهاز ولو فيه طاقات اللي هي من الاحترافية من دكش كاينين هما الأغلبي احترافين خاص تقطيع خاص كيفاش المهم فهو أدعلي الهمة ما كيسيرش ما كيسيرش البلاد فهو أدعلي الهمة ما كيستقبش تلمواطنين مني كان نقول ما كيستقبش كمستشار ملكي شاتقاره ملفاته ومكتب ديالله وهذا حسب الناس اللي كان عرفوا العلاقات وهذا يعني بعيد كل الشبهات باش يكون مغمص بشي حاجة ما شي هي هادي ولكن علش حنا هنضربه في المخطط اللي كاين فهو أدعلي الهمة علش غيمشي وليه ديرك لأنه عارفينه سيد من الكفاءات ديال البلاد قدرون زعزعون صوروشي حاجة على الأق نريبو ديك الصورة ديال المغرب ومن بعد غادي نمشيو الفؤاد علي الهمتا هو لأنه ظننين هو اللي هز المغرب على كتافه أرى نعطيه هتا وضع ولو كيو يرى ما هزواله اي مستشار ملكي المالك يسير البلاد بشكل يوميك يعطيه للتقارير تليفونات كيفاش علاش هذا وخدام دولة المؤسسات وانا كان تقفى غادي نتكلموا على واحد المقال واللي حطته جريدة شمس بوست المقال واللي كان تحت عنوان عقل ممتلكات العقارية البعوي وباقي أفراد المجموعة عقارات القيمة ديالها بالملايير وفي تفاصيل ديال هذا الخبر علمت جريدة شمس بوست أن الجهة القضائية المختصة أصدرت أخيرا الأوامر ديالها بمباشرة مسترة عقل ممتلكات العقارية الخاصة بمجموعة البعوي والتي تضم إلى جانب رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي البعوي وزميله في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وشقيقه عبد الرحيم البعوي و22 آخرين ويهدف هذا الإجراء وفق مصادر الجريدة إلى منع جميع التصرفات في الممتلكات العقارية إلى حين البت في الدعوة العمومية ووفق مصادر الجريدة فإن التدقيق في عقارات المجموعة اكشف عن تملك العديد من العشرات من العقارات واللي القيمة ديالها المالية المليارات من السنتيمات وعلى حساب نفس المصدر فإن البعوي وحده تتجاوز الرسوم العقارية المعنية بمسترة العقل حوالي 150 رسم عقاري وأشار المصدر إلى أن مسترة العقل على الأرجح ستشمل الممتلكات العقارية المسجلة باسم الأصول والفروع وهو ما يعني أن التحقيقات بالإضافة إلى شبهة التزوير والاتجار في المخدرات واللي كتفرض سلك هذا المسترة يبدو أن التحقيقات منصبة أيضا على شبهة تبييض الأموال وبالموازات مع هذا الإجراء تتواصل التحقيقات مع أسماء أخرى في هذا الملف بحيث من المرتقب أن يتم تقديم هذه الأسماء أمام النيابة العامة بمحكمة السئنف بالدار البيضاء في غضون الأيام القديمة أمام النيابة العامة بمحكمة السئنف بالدار البيضاء